كان يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله قال جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فمن ادعى خشة الله فلينظر هل يلين قلبه عند سماع القرآن وعند تلاوته هل يقشعر جلده فإن الله قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم على قدر حقيقة خشتك من ربك يقشعر جلدك عند سماع الآيات القرآنية وعند تلاوت هذا القرآن وتزداد بذلك إيمانا والهو الذين آمنوا هدى ورحمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن يكتكون من أصحابه إذا اتصلت به في كل يوم وليلة هلا أقل من أن تقرأ نحو جزء من كتاب الله تبارك وتعالى لتختمهم في كل شهر إن كانت سلتك ضعيفة بالقرآن فيما مضى فهذا وقت ربط السلات والاتصال بالآيات وتدارك ما فات ارتبط بالقرآن أيها المؤمن من رمضان وفيما بعد رمضان أتقل قراءتك عن جزء من القرآن في اليوم والليلة فتختم في كل شهر إن لم يكن أكثر من ذلك